أشاد مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة ألبرت موشينغا بمبادرة الملك محمد السادس تقديم مساعدات طبية للعديد من البلدان الإفريقية للشقيقة من أجل مواكبتها في جهودها لمواجهة جائحة كوفيد-19 لافتا إلى أنه بالإضافة إلى المساعدات يمكن للمغرب أن يكون موردا رئيسيا لإفريقيا بالمنتجات المصنعة في المملكة وقال موشينغا في عقاب اجتماع الخمس بمقر الاتحاد الإفريقي مع السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد واللجنة الاقتصادية الإفريقية محمد عروشي أن بادرة المملكة التي تحمل دلالات عميقة من نواحي عديدة تجسد التضامن والالتزام الإفريقي للمغرب وتثبت أننا نقفه سويا في مواجهة هذه الجائحة وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية لإرسال مساعدات طبية إلى عدة دول إفريقية شقيقة ويندرج هذا العمل التضامني في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس في 13 أبريل 2020 باعتبارها نهجا براغماتيا وموجها نحو العمل لفائدة البلدان الإفريقية الشقيقة المغرب يتواصل مع إفريقيا من أجل مواجهة الأزمة الحالية وهذه المبادرة ستمكن حتما من التخفيف من آثار الأزمة في العديد من الدول في القارة الإفريقية هذه المبادرة المغربية ستلعب دورا هاما في توطيض العلاقة بين المغرب ودول الإفريقية كما أن هذه المساعدات الطبية ستمكن من التصدي بفاعلية أكبر لجائحة كورونا هذه المساعدات لا تمثل التضامن فحسب بل إنها تشكل مؤشرا قويا على أن المغرب سيشكل المزود الأساسي للمواد الطبية المصنعة في المغرب التي يتم إرسالها إلى الدول الإفريقية وباء كورونا ساهم في انقطاع الإمدادات الطبية لكن المغرب جاء ليؤكد دوره في تزويد الدول الإفريقية بهذه المواد ترجمة نانسي قنقر